عمر شاهد له سؤال مهم. يلا. والسادة المشاهدين لما كمان عمر نزل انه اسمينته انه عمر جبالله موجود فكل الكومنس ايه? الله انا كنت عايز اعلق عنه عمر. عمر يا جبالله. زيزو فتوح ما سافروش له عمر مع الزمالك. اه طب اعلق عنه. دي اسهلة. دي اسهلة. الرجل نزل بمغدل اعمار وعمل شغلة حلو. صح. عبدالحق بنشيك كمان عشان بربطني بي علاقة قوية. نعارف دماغه مدرب زكي جدا. ومدرب كمان بيشيل الضغط النفسي. على فريده وقالك الاحق الفوس بالبطولة فكنت حابب يعلق. بس انت حابب تبدأ في السهل. يلا. لا طبعا. زيزو. وفتوح. عشان الموضوع اسهل. فنبتدي بالكلام عم فتوح. ماشي. احمد فتوح ما سافرش عشان هو مصاب. ما عندوش اي حاجة. ما فيش مشاكل عملية اهو. الناس بتقول لك احنا بنقولش كلام حلو. لا الرجل اتصاب. وفتوح ما عندوش مشاكل. مش المستحقات. لا ما عندوش مشاكل. ما عندوش مشاكل. ما عندوش مشاكل. مش اللي في دماغك. وفتوح كمان قال انا مستني المجلس الجديد ييجي. وما وقعتش في حتة وما ضدتش في حتة. ولما يعني المجلس الجديد يكون موجود. نقعد ونتفاوض. هل فتوح جات له اي فلوس من برا من رجال اعمال. لا ما جالوش حاجة. ما فيش مفيش حد خط حاجة من تحت الترابيزة اللي هو التردية والهداية. وهنجي فيها في سيزو لاننا هنقول بالتفاصيل وبالارقام وبالاسماء. عشان يبقى الكلام واضح. الله اكبر عليه. فتوح اشتاجه من الاصابة. راح عمل فحوصات في احد المستشفيات في القاهرة. الراجل عنده لتهابات في الحوض. امامه عشر ايام. هو كانت عضلات البطن فهو مشكلة. فلما عمل فحوصات لقى الموضوع لتهابات في الحوض. قالوله علاج طبيعي وشغل تأهيل عشرة ايام. وبعد كده يكون جاهز. ففتوح امامه يعني ما يقرب من عشرة ايام ويكون جاهز للعودة تانية مع الفريق. وفقا للفحوصات اللي خضع عليها قبل رحلة الفريق. فبالتالي هو خارج حسابات الصفر تماما للاصابة ومفيش مشكلة. زيزو. الكلام اللي هيزعل. هيزعل? اه. الدين. الحقيقة هو زى مالك قال ان زيزو. اه يعني عمل بيان رسمي قال ان زيزو مصاب فكاد ما في انقل القدم ومش عارف ايه. الكلام ده مش حقيق. مش حقيق. طيب. هو جماعة عمر جبال اهو سبس عشان اكدت لسه من شوية ومش عايز ايه. اه كده. عمر جبال بيقول ان زيزو مسافرش مع الزمالك. مش علشان هو مصاب زي ما نادي الزمالك اعلى دراس مال. طب هو هو مصاب هو مصاب. ليه عمل قياسات بدانية النهاردة. الراجل ده دكتور. اه واحد مصاب. هيعمل قياسات بدانية ليه? هياكد. اول حاجة اتقالت له زيزو كان موجود في تمرين النهاردة. ازيزو شوف بقى. انا هجيب لك تفاصيل بزيادة. حلوة اول. عشان يبقى الكلام على النور. يلا مش عارض مبارح. خلص ليلته. الساعة واحدة ونص بالليل كان في بيته. صح الصبح سابعة على الصبح. راح تدريب الفريق الساعة تمانية. كان موجود راجل محترف جدا. ماشي. كابت نعب واحد انا مبلغك من خمسة ايام. ان انا عايز قصة مستحقاتي تنتهي تماما. عشان ابقى امركز مع الفرقة بنسبة مية في المية. واشتغل كويس. وانا قلت لك. انا فكرة ان انا اشتكي النادي مش هتحصل. في سيف الجزيري بالامس. كان فيه جلسة معايا. مع الموديل المالي الناد زمالك. وتقال له ما فيش دولارات في الوقت الحالية صرفه مستحقاتك اصبر شوية. سيف الجزيري قال انا اشتكي. فقال له انا وضع اي غير وضع اي لعيب انا مش هشتكي الناد زمالك. حلو. انا جامهير الزمالك اللي عملته معايا لاخر يوم في حياتي انا هقدره. حلو. فبالتالي فكرة ان انا هتحرك واعمل شكوى ضد النادي او افسخ عقدي مش هتحصل. هايل. فبالتالي يا كابتن ده كلام زيزو مع كابتن عبو واحد. ممتاز. فبالتالي يا كابتن انا محتاج قصتي بتاعت الفلوس تخلص. ماشي. فسأله عن مدى جاهزيته وبتاع. فزيزو قال له انا ايلك انا محتاج نسوي مستحقاتي كلها بالكامل عشان ابقى امركز وابقى جاهز للعب. قبل بداية الموسم. قبل بداية الموسم. قبل بداية الموسم. قبل بداية الموسم. خلص للقديم انا معك في الجديد. حلو. انا مش هتكلم في زيزو كلامه انه مش بيتكلم في ال 25 في المية الجداد. هو بيتكلم في السبع شهور او الاكتر اللي ما خدهمش. ال 11 مليون جنيه اللي تحوله بالمناسبة منهم جزء. حلو. تعال بحكي لك قصة زيزو في الاول. زيزو مش بصاب. بص يا كريم. زيزو مبلغ كابتن عبواحد انه هو عشان يبقى جاهز للمشاركة في المباريات. زيزو هتشوفه موجود في تدريب الفرق بشكل طبيعي. مش هيتاخر عن اي تدريب. هيروح في معاده. ولكن هو طلب عشان يبقى مركز بالنسبة 100 في المية. زي ما هو بيدي اللي نادي حقه عليه. هو محتاج حقه هو كم. ماشي. والكلام واضح وصريح. وكابتن عبواحد نتبلغ بالكلام ده من خمسة ايام من والد زيزو. ممتاز. فبالتالي هنرجع بس بالقصة شوي. يلا. هو اللي حصل مع زيزو ايه اللي وصل زيزو للفكرة ان انا خلصلي اللي فات عشان اركز معا. لا وزيزو كده كده كان عنده مشاكل كتير ملايه طوال الموسم وفيش مرة قال مش هلعب مباراة ومش يسافر. استحالها. اه ايه بقى اللي خلى الموضوع يوصل للمرحلة. الموضوع يوصل لكده ازاي. اول حاجة ميدو تواصل مع والد زيزو. اول كلام حصل ما بينهم كان فيه مشكلة كبيرة. ايه المشكلة. مش مشكلة في الكلام يعني. المشكلة ان ميدو جه برقم لوالد زيزو. مش ده الرقم اللي زيزو ناقص وما خدوش. يعني هو الادارة اللي كانت موجودة بلغت ميدو مثلا. ان زيزو بقيله مليون اتنين مليون. وزيزو ليه 11 مليون او خمسة مليون او 6 مليون. فالرقم كان فيه تضارب. فقالت زيزو قال له كابتن ميدو ده مش الرقم اللي مفروض زيزو يبقى بقيله من عقده. تمام. فكابتن ميدو قال له ازاي ده الادارة في النادي بلغتني ادارة الكرة بلغتني كذا 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 كذا. قال له الكلام ده مش حقيقي. فبالتالي ممكن تراجع الملفات تاني وتشوف اللي استلموا اللاعب. واللي وصل لك هتعرف ان فيه تضارب وفيه غلط في الحسابات. حلو. القصة دي فضلت شوية شوية شوية. لغاية ما جيت البطولة العربية. مهم. الكابت زيزو بلغ كابتن عبواحد السيد ووالده بلغه ان هو فيه مشكلة في سفره مع الفريق وانه هيبدأ ايناقش العروض اللي عنده. لان واضح ان ما فيش التزام بعقده مع النادي. حلو. يعني العيب بيبقى موجود وبيشارك وبيعمل كل اللي عليه. وفي الاخر ما بياخدش فلوسه. مصبوط. واللعيب مش حبيب يشتكي النادي. حلو. فكابتن عبواحد قال له طب حضرتك اتكلمت مع مين? ده وقالت زيزو. قال له انا اتكلمت مع الادارة واتكلمت مع ميده واتكلمت مع كل الناس اللي كانت موجودة. ممكن. واخيرهم ميده. حلو. قال له ليه ما كلمتنيش انا وانا كنت حليت الموضوع. مهم. قال له طب انت محتاج كم قبل ما نسافر? قال له انا محتاج اتنين مليون جنيه من فلوسي. تمام. قال له اجيب لك مليون ومش عارف ايه او اجيب لك الاتنين. طب الوقت زنق طب الوقت مش عارف ايه. في الاخر زيزو سافر مع الفرق. ماشي. وما اعتردش وما اتكلمش وما فيش حاجة. وكابتن عبواحد مقدرش يوفر ايه. الفلوس اللي اللي عيب كم محتاجة. رجع زيزو بدأ الكلام ما بين خالد لطيف والد زيزو. مهم. احنا نوفر لك الفترة دي اتنين مليون. قال له لأ ده انت لو تحسب الترقمات اللي حصلت هتلاقي ان دي الوقت انا محتاج خمسة مليون وستة مليون. انا ليه فلوس كتير جدا. والموضوع على نهاية يعني ما نيجي نبتدي موسم جديد زيزو هيبقى ليه بتاع حوالي 11 مليون. مهم. فانت مفروض تديني خمسة او تديني اتنين. المهم في الاخر قال له ووفر لك مليون تعال استلمه. راح وليد زيزو يستلمي المليون. قاله لا احنا احنا مش نقدر والله نصرف لك من خزينة النادي. قال له تبقى انت جبتني من المانيا عشان في النهاية تقول لي انا مش قدر استرف لك من خزينة النادي. ما ليه؟ قاله اللي لو والله احنا مش نقدر نصرف لك بشكل فوري. مش نقدر نصرف لك من خزينة. هنتصرف في الموضوع. المهم يوم اتنين اتحول له مليون جنيه على حسابه.icks. اتبقى 11 مليون. او ما يقرب من 11 مليون. حصل المكالمة ما بين أحمد مرتضى ووالد زيزو قال له احنا نوفر لك خمسة تلاتة من الخمسة قال له لا هم مش خمسة هم عشر ونص وفضل الموضوع كده ووالد مرتضى قدم استقلته بعدها ومشي جيح حصل جالسة من بين أحد رجال الأعمال وزيزو وعرض تردية فوالد زيزو قال له لا احنا ناس عيدة ملناش في موضوع التردية ملناش في الهدايا لو حد عايز يساعدين نادي يدفع فلوس من مستحقات زيزو في النادي وننضم خالصة ملايك لنادي الزمالك لو عايز تعمل حملة إعلانية لزيزو ده قصة برا النادي لو انت عايزت يعني تبقى بتساعد بس التردية لأ التردية اللي هي خد فلوس ده عشان ما تشتكيش النادي وتفسق العقد ومش عارفين وفي وقتها كان والد زيزو مصمم جدا على موضوع الشكوى وقال ان كل الأبواب الشرعية اللي راح لها محلتش فهو كانت الناس بتهدي الدنيا بحيث انه هو ما يشتكيش وكان عرض الشباف كمان فويله فالناس بدأت تقلق ان الادارة بتتغير وزيزو أهم العجل هسألك الحاجة بشرق في حاجة تانية في كوسل زيزو اتفضل كابتن حسين لبيب وهاني شكري وعمر الجنيني كان في جلسة حضرها كابتن حسين لبيب كابتن طريق السيد وهاني شكري وكان فيه اتصال مع عمر الجنيني وكان فيه اتصال مع الأستاذ أحمد فواض الوطن وكان هو المدير المال لنادزة مالك في الوقت الحاجة مع الاحترام الجميع والحفاظ بكافة الألقاب في الجلسة دي والد زيزو اتوعد ان هو هياخد فلوسه كمتا وقالوله ان المتوفر دلوقت في ندزة مالك عشان زيزو ياخده خمسة ونصف مليون جنيه اللي هي نصف الفلوس فوالده قال لهم والله انا تقديرا ان جمهور ندزة مالك واللي عملوه مع زيزو طوال الوقت احنا مش هنتحرك ولا هنشتكي النادي رغم ان احنا لو اشتكينا هنفسخ العقد في ثلاث تيام ده اللي تقال نصا وما فيش انذار بخمستاشر يوم والكلام ده لأ ده عد شهرين مش مش مجرد شهرين فيجيلك الانذار بعد خمستاشر ده عد ده اكتر من شهرين توصل لسابع شهور اللعب ما خدش فلوسه المهم كابت الحسين لبيب طلب مهلة وبالفعل يعني بدأت الامور مشاورات مع اللجنة السلسية بحيث توفر فلوس لزيزو هل تم تحول لزيزو فلوسه كاملة لا هو زيزو تحول لفلوس على فكرة بالمناسبة مبارع يعني زي اللعبها ما تحول لها فلوس بس هو ما تحولوش فلوسه كاملة فانا اعتقد عشان زيزو يبقى مهيئ انه يشارك مع الزمالك الفترة اللي جاية لازم ياخد المستحق لازم الفلوس تبقى كاملة عظيم جدا